السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم كلنا شايفين اللي شغال دلوقتي واللي بيحصل على أرض فلسطين والناس كلها مجدودة وعايزة تعرف الموضوع ده هيرسى على ايه طبعا احنا في متابعات مستمرة وبنشوف الأحداث على أرض الواقع بس من زاوية مختلفة أحاديث آخر الزمان اللي بتتحقق وفي صمت مريب جدا من الشيوخ ولسه طالع أحد الشيوخ اللي أنا مش عايز أذكر اسمه وبيقول إن اللي بيحصل دلوقتي في أرض فلسطين ملوش علاقة بعلامات الساعة وبعلامات آخر الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله ادينا أدلة علمية اذكر لنا أسانيد علمية تؤيد كلامك لا يتكلم هم بس وظفتهم يطلعوا يقولوا للناس إن لسنا في آخر الزمان واللي بيحصل دي أمور طبيعية وأمور اعتيادية طيب أنا النهاردة هعرض ليك مجموعة من الأحاديث وآيات القرآن التي تؤكد أن هذا هو الزمن الذي تكلم عنه القرآن وأن هذا هو الزمن الذي تكلمت عنه الأحاديث وإحنا رأسملنا كله في مواجهة هذا الفكر وهذا الطيار هو الأدلة الشرعية طبعا الأعداء وصلوا إلى معلومات خطيرة جدا جدا ولذلك بدأوا في التصعيد المعلومات باختصار أيها الأحباب مش سر مستخبي ولكن هذه المعلومات وصلوا إليها من قبلنا لغفلتنا ولتقصيرنا إلا من رحم الله هذه المعلومات من القرآن الكريم هذه المعلومات من السنة المطهرة كثير من الناس مش مركزة أوي إن إحنا بابن إيدنا كنز كبير جدا جدا القرآن والسنة وعلشان هم وصلوا لهذه المعلومات من قبلنا ومسد إنها أكتر من كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك بدأوا التصعيد القادم فعلا فعلا عظيم والإرهاصات بتاعته بدأناها بالفعل من يوم 7 أكتوبر هذا التاريخ مفصلي تاريخ 7 أكتوبر ده مفصلي في سير الأحداث لما شوف الأحاديث النبوية بتتحقق يبقى لازم إننا أعترف إن إحنا دخلين على أمور عظام زي الحديث الذي يظهر أمامنا الآن واللي بيتكلم عن واقع موجود الآن دلوقتي عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال أود الحديث ده فين اللي بيتحقق خطوة خطوة أصاد عناية إلا أنا شايف أن عمران بيت المقدس على قدم وساق وشايف أن هذا المكان يعمر الآن والعمار المقصود هنا مش المباني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله العمار هنا هو عمار الإيمان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إنما يعمروا إنما يعمروا في قراءة أخرى فاللي انت شايف دوت إيه اللي انت شايف دلوقتي المشاهد اللي في بيت المقدس بين قصين المسجد الأقصى والناس بتموت على أبواب هذا المسجد ده مش عمار إيماني طيب وخراب يسرب الآن ألا ترواه واضحا للعيان الخراب الإيماني الذي حل في المكان وخراب يسرب رمز لمكان والمرحلة اللي هي مرحلة قرن الشيطان أود هذا الحديث فين كمان لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المعجم الكبير للإمام الطبراني عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول هذا الأمر نبوة ورحمة ركز أوه في الحديث ده عشان أنت تفهم أنت في آني مرحلة الرسول بيقول إن أول هذا الأمر نبوة ورحمة عهد النبوة ثم تكون خلافة ورحمة عهد الخلفاء الراشدين ثم يكونوا ملكا ورحمة بالعهد بتاع الملك العاض ثم تكون إمارة ورحمة رحمة الاستمرار الانتقال من الملكية أو من مرحلة الحكم العاض إلى شكل متفرع من الحكم العاض اللي هو الإمارة بس فيه رحمة ثم اللي إحنا عيشين فيها بألنا مئة سنة ثم يتكادمون عليكم تكادم الحمر فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط المرابطة في سبيل الله حماية الصغور زي ما الناس بتحمل أقصى دلوقتي وإن أفضل رباطكم عسقلان دلوقتي الحرب شغالة الآن الآن في عسقلان الأحاديث دي أوديها فين اللي بتتحقق اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مراحل الحكم وقال إن آخر أمارة من أمارات الحكم الجبري اللي هي يتكادمون عليكم تكادم الحمر بالقوة يحكموكم النهاية بتاعتها الرباط وأفضل الرباط هو الرباط في عسقلان واللي شغال دلوقتي ده شغال في عسقلان أود فين هذا الكلام الأحاديث دي اللي بتتحقق شيخ فلان اللي أنا مش عايز أذكر اسمه اللي طالع اللي قلت عليه في بداية الحلقة اللي طالع بيقولك إن الأحداث دي ليس لها صلة ما مردش عليك هزي الأحاديث الحديث اللي بيزهر أصادك ده لا تزل طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك يعني حتى يأتي الفتح وده أكبر دليل أكبر دليل وهم كذلك قالوا يا رسول الله أين هم قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وده أكبر دليل إن اللي هيحرر بيت المقدس هو المهدي لأنه هيفضلوا في الحالة دية الناس المرابطين اللي موجودين دلوقتي عند المسجد الأقصى هيفضلوا في الحالة دي الرسول سمهم إيه ما سمهمش فاتحين انتبه ده أكبر دليل حديث إن المهدي هو اللي هيحرر المسجد الأقصى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم بيقول إيه بيسمهم إيه سمهم مرابطين سمهم مرابطين أعدين في أكناف بيت المقدس بيحموا بيت المقدس لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم يعني الفتح يبقى على إيد الإمام المهدي والرباط والمثابرة الآن تمهيد لظهور الإمام ولتحرير الإمام المهدي للمسجد الأقصى هذا هو ما يحدث الآن عايز أننا أعمل ليكم حلقة أتكلم معاكم فيها عن العلو الأول والعلو الثاني وأقول لك على مفاجآت في موضوع العلو الأول والثاني علشان تعرف أن من كل الكتب من القرآن من الطورة من الإنجيل نهاية البعدة قريبة جدا جدا وبالمناسبة هم عارفين هذا الكلام جيدا يبقى علشان نجمل الكلام في هذه الحلقة لو حد قال لك زي الشيخ اللي طلع وقال إن الموضوع اللي بيحصل دلوقتي ده في فلسطين مالوش علاقة بظهور المهدي وأحداث أخر الزمان اطلع رد عليه بالأحاديث اللي احنا ذكرناه احنا بنجيب أدلة للناس بنجيب أدلة وهو بينكر فأي الفريقين أحق أن يتبع فانتبهوا جيدا أيها الأحباب انتظرونا بإذن الله بعد قليل مع حلقة هامة جدا جدا بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته